شوكة باشا ايه يا حبيبي ايه مالك متنرفس جدا ليه البيت دي اللي عاملة زي غاز الخردل وغاز الأعصاب مين اه اكيد توحيد زنوب انا اسف انا قفلت السكة في الشه برحتك يا حبيبي خد اقراك يا وابدة ده من قربة من جولنار بنت يا حبيبي وحشتين يا جولنار قوي 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 بابا الحبيب مش قادر اقولك وحشتيني قد ايه وحشني الكلام معك في السياس وجملتك المشهورة ان السياسة هي رغيف العيش وكلنا لازم نعيش اوضاع بلدنا وللأسف صورة ملك البلاد صاحبك هنا انه مفرد وبسببه بيتلعب بينا المهم قبلاتي لك والطمن انا هنا في اوروبا مبسوطة قوي وإلى ان نلتقي ابو سئدين احلى قط زينب حبيبتي بنتنا لازم ترجع تعيش وتكمل تعليمها هنا عمها عزيز واخد بالو منها كويس قوي يا زينب احنا اصلا فلاحين والبنت كبرت بصراحة بقى انا خايفة تتعلق بيك وبي زي رمي ما هم اتعلق بيك لدرجة مرعبة ده كله عشان اتربوا هناك ومعاملوش صدقات هنا بنتنا يا زينب لازم ترجع هيا كلمة حاطر حاطر معك حق خير يا حبيبتي زينب 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 مالك حبيبتي احلامه زائجة تاني خير ان شاء الله خير خير حلمت برامي كبير اه وبيتخانق مع مولانا ايه وبيقوله انت جبار مفروض تصحصح انا وسمير عبد الكريم كرهينك طلقت فريدة ملك الطهارة وبعدين الحرس الملكي كتفوه هو وصحبه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصبح طلع افتح الراديو هزينب اكيد الاذاعة فتحت فترة الصبح بني وطني اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الاخيرة كبير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين ايه دا؟ اسكت يساك انه مصر فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخوانة على الجيش وتولى امرهم اما جاهل او خائن او فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميه وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش رجال نافق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر تحيا مصر حرروا الجيش وححرروا البلاد اعمالها تنظيم الزباط الاحرار اللي حير الم البوليس السياسي وخبرات الاستعمار يعني الشرقوي معهم ايوه ايوه يا زينب انا كمان حاس ان انا شاركت معاهم اكيد انقذناه وحميناه ورجعناه لشغله يعني الاخبار اللي كنت بقدها لهم من الحكومة والصراية مرحتش هضر ولا المساعدات المالية والصحفية من الجرنالي استنى استنى يا شوكت ايه حجم فرحتك شوية لغاية ما نشوف ايه الحكاية العقل بيقول كده مش قادر مش قادر يا زنوبة يا رامي يا رامي رامي في ايه انت يا ابني مش كنت عايز حرية لبلدك انت واختك جرنار ربنا رجحها بالسلامة ايه الحرية جد هلت انا مش فاهم حاجة فيه انقلاب على مولانا الزهر من الزباط الاحرام لا يا زينب قولي حركة تطهير كبيرة للجيش والقطر المصري قولي ثورة يا بنت فندينة بجد ايوا يا ترى يا نريمان عامل ايه ومرمر صاحبتي وطنت فريدة الملكة الحرة ما هي اللي عملت اول ثورة على مولانا ملك يا زينب انت بش فرحانة ولا ايه زعلانة يمكن على صاحبكم الملك فاروق يا ترى وضعه ايه يا اخوانا ما تسبقوش الاحداث يا ترى هي عامله في ايه وكل الاعيان كل حاجة هتتعرف في وقتها انت تعرف حاجة يا بابا تقريبا فاكرة يا زينب يما عزمنا نتفرج معاه على فيلم غزة البنات يما كنا في دار العرض لفصريات عبدين تعالا تعال يا شوكت انا عاوزك امر مولاي انا ملاحظ ان مولاي ورا ابتسامته حزن كبير بتكلم معاك على راحتي بلا تكلف اتفضل يا مولاي شوكت انا حاسس اني اني كرتة حرق قديت دوري في المسرحية ومحتاجين ابطال جدد ما تقولش كده يا مولاي سموك رمز غالي يا شوكت سيبني سيبني اتكلم وعلق في الاخر اتفضل يا مولاي الاوالب والكراسي عمرها ما تصنع الانسان قاعدة التطور تنطبق على كل شيء في الحياة من مفهوم الحرب الى مفهوم الحب وفي كل الاحوال يجب تعديل توب الفكر بحيث تكون اتوابنا العقلية عصرية وعملية ومدروسة بس من رابع المستحيل نطالب بإلغاء اسوابنا العقلية الموروسة ده معناه العري العقلي الكامل اصبت يا مولاي المعظم وده املنا فيك من يوم جلوسك شوف يا شوكت انا استنفدت كل جهودي وغيرت حكومات لكن لازم التغيير باسلوب صدمة كهربائية تغيير جزري يحقق اللي فشلت فيه بس يجي منين مش عارف مش عارف يعني مولانا الملك كان حاسس يا بابي وكان متأكد كمان يا ابني وده يفسر عدم تدخل الجيش البريطاني ولا الحرس الملكي بس اكيد بقى جودة الدول هتبقى عينهم على الملكيات الكبيرة والسروات ان كان في صارح القطر المصر يا زينب نضحي وندفع نعيش وباقي الناس تعيش برافو تفكير راقي الله مالك يا زينب مش عارفة مش عارفة يا شوكت ها؟ حسن حسن ان لون الحيطان اتغيرت فجأة ها؟ حسن حسن يبشم هوا جديد علي ارامي يلا يا حبيب نفرق اشربات ونبعد تلغرافات تهاني للكل يلا يلا يا رامي شوكت ها؟ انا هروح لعزبة تيجي معي لا 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 يا زينب اجي فين انا لازم ابقى قرايب من الاحتاس انت نسيت وضعي كنائب وطني في مجلس النواب طب ارجوك ما تندفعش ورا فرحتك اتوسل اليك وغدا بقى رامي بن الاقطاع الكبير فرحان زينا مهم طول الليل كانوا فرحانين وبيطبلوا ويغنوا كمان وبعدين بقى ما تقياطيش يا زينب جدع طيب ومتعلم وابن حلال ورايدني انا ما عنديش عهد جديد وعهد جديد تبقى اكبر مني باربع سنين ولسه معايا في البكالوريا مياسي كاشف شمعنا دبحت 18 عجلي وشوكة باشا امر بدبح 20 راس جاموس لغاية ما حد يطلبك سواء مولانا او جداد وقربك جدك الكاشف الكبير صاحف اي وقت لو ضربته انا دا مش حقد دي حقيقة ودلوقتي اوان توضيحها دا مش حقد